هنا بمحافظة مطروح ينتظر المزارعون موسم الشتاء للزراعة على مياه الأمطار ولعل أشهر تلك الزراعات الموسمية هو الزيتون الذي لا طالما تشتهر به تلك البلد فبداية من منتصف أكتوبر وحتى شهر ديسمبر يقوم أهالي مطروح بجمع الزيتون ووضعه داخل صندوق بلاستيكي ثم أصري في المعاصر الآلية ليتحول إلى زيت استخدمنا كله على الزيتون وعلى ري الأمطار والزراعة في مطروح التين والزيتون ونتكلم جلواتي عن طريقة زراعة الزيتون هي مية الشتاء هتيجي في الشتاء وهتيجي للأرض وعمليات البرش للأرض الاحتفاظ بالمية والزراعة تبدأ زراعة الزيتون بعد ثلاث سنين أربع سنين يبدأ الزيتون يعمل محصول زي الزيتون اللي انتو شايفينه ديه ومرع سبع ثمان سنين نصبه لجمع الزيتون نبتده فيه من أول شهر 11 أو 15 عاشر نبتده لجمع الزيتون ونجيبه نجيبه يفرش ونفرشه تحت ونجيبه جوابي عبوه فيها الزيتون عشان نصبه لعمل التهوير وتمر ثمرة الزيتون بعد دخولها المعصرة بعدة مراحل حتى تصبح زيت المرحلة الأولى هي فحص الثمرة للتأكد من أنها طازجة ثم وضعها في وحدة غسل الثمار ثم المجرشة ليتم تكسير الثمرة لقطع صغيرة ثم وحدة طحن وتقليب الثمار ثم جهاز فصل الزيت يجب لنا المواطن الزيتون بنفرشه في الأدوز الأدوز ده فيه بعد كده فيه مراحة كبيرة بتطع دباء والعافس والحياة الموجودة في قلب السماء الزيتون نفسه بعد كده الزيتون نفسها بتنزل في قرب مية بتدغسل بعد الغسيل بتطلع بعد كده تخش على المدرسة بتتم عملية الجرش في المدرسة وبعد كده بتنزل في المتحمة المتحمة ديع بقى عن حالتين كل حالة بغضو بيشير 500 كيلو عاجينة بيتم فيها عملية باشر لأن الزيت موجود داخل الجوب الزيتية بيتم عملية باشر الجوبية الزيت بيبتدي ينزل في قربات صغيرة بعد تلك الخطوة يوضع الزيت في حوض استقبال يتم من خلال طرد تفل الزيتون والمياه خارج المعصرة فيما يتم تعبئة زيت الزيتون الخالص في جالونات ترجمة نانسي قنقر